السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في النص المسترسل الذي عنوانه علية الأميرة الشاعرة وهو خاص بالوحدة السادسة في دراسة الجزء الأول من هذا النص أقرأه عليكم ولدت الأميرة علية وكانت تلقب أيضا بالعباسة في قصر الخلافة ببغداد من أبيها الخليفة المهدي وأمها مكنونة أمها كانت في البدء جارية مغنية فرض عليها الرق ما فرضه على مثيلاتها من الجوار من إتقان صنعة الغناء وكان قصر الخلافة الذي نشأت فيه علية وترارعت يزخر بحشد من أساتذة الفن وكان يجلب إليه كل جارية لها من المواصفات ما يؤهلها لأن تكون قينة حيث يُعهد بها إلى هؤلاء الأساتذة يلقنونها أصول الغناء وفنون الإقاع والأداء حتى غضى القصر أشبه بمدرسة فنية جمعت بين أعلام الأساتذة المغنيين وبين هؤلاء القيان المطربات من مختلف الأجناس وشتى الألوان وبالنسبة للبطاقات التأطيرية لأجزاء النص المقرؤة نقوم بتأطير الجزء الأول الذي يبتدئ من بداية النص إلى وشتى الألوان سنقوم بالحديث أو إنجاز الأحداث ومكان وقوعها أو البحث عنهم ثم الشخصيات ساحبة القصر والمشتغلة في القصر والمهن المزاولة في القصر والأساليب التي أعجبتني ثم نقوم بسرد المقرؤ بالنسبة للأحداث فهي كالتالي نشأت الأميرة علية في قصر الخلافة أبوها الخليفة المهدي وأمها مكنونة الجارية المغنية ثم جلب جوار ذوات مواصفات خاصة إلى قصر الخلافة لتعلم أصول الغناء على يد أعلام أساتذة ومغنيين مكان الأحداث وهو قصر الخليفة ببغداد بالنسبة للشخصيات فصاحبة القصر هي الأميرة علية وأمها مكنونة أما المشتغلة في القصر فهي أم الأميرة مكنونة حين كانت جارية ثم الجوار بالنسبة للمهن المزاولة في القصر فهناك جارية كما رأى سوف قمنا بالبحث عن هذه المهن في الجزء الخاص بها أو الجزء الذي نتحدث عنه والجزء الأول لدينا جارية مغنية أساتذة الفن قينة والقيان المطربات والمغنين وبالنسبة للأساليب التي أعجبتني في هذا الجزء من النص لدينا أسلوب الوصف والتشبيه فرض عليها الرقم فرضه على مثيلاتها من الجوار من إتقان فهنا أسلوب للتشبيه بأروع ما يكون وفي فقرة أسرد المقرؤ نشأت الأميرة عليا الملقبة بالعباسة في قصر الخلافة ببغداد من والدها الخليفة البهدي وأمها مكنونة التي كانت جارية مغنية وقد كان قصر الخلافة بمثابة مدرسة فنية جمعت بين أعلام الأساتذة المغنيين والقيان المطربات من مختلف الأجناس وفي تأطير الجزء الثاني الذي يبتدئ من وكانت عليا إلى أنهما جارية عليا فسنبحث عن الشخصيات الذكور والإناث وما قامت به كل واحد أي ما قامت به كل شخصية وأبدي رأيي في سلوك عليا وسلوك إبراهيم ثم أتوقع رد فعل الخليفة الرشيد والأساليب التي أعجبتني ثم ألخص المقرؤ وسأقوم بقراءة هذا الجزء الثاني وكانت عليا تصغي بكل جوارحها إلى هذه الأنغام التي كانت تملأ أرجاء القصر فما كانت كما كانت تصغي في حماس وانفعال إلى صوت أمها مكنونة يملأ سمعها بعذب الألحان وشجي النغم فيشوق عليا أن تستجيب لما في دمها من حب للغناء وربما حاولت مرارا أن تجرب صوتها على مسمع من أمها فتعهدتها هذه بالسقل والتهذيب في حين كان أبوها الخليفة المهدي مشغولا عنها بأمور الملك كان لعلية ثلاث إخوة ثلاث إخوة هم الرشيد الذي صار خليفة بعد وفاة أبيه وإبراهيم الذي كان صانع ألحان ويعقوب الذي كان أبرع عازم على المزمار في عصره وكانت علية تغني من شعرها وأخوها يعقوب يزم وذات يوم زار الخليفة الرشيد أخاه إبراهيم على غير موعد وكان في بيت إبراهيم جاريتان تتمرنان على الغناء فارتبك إبراهيم وحاول إخفاءهما كتمانا لسر أخته علية لكن الرشيد لمحهما وسأل أخاه أن يصدقه فيهما قال إبراهيم يا أمير المؤمنين هما جاريتان أدربهما على الغناء ولم يخبروا أنهما جارية علية بالنسبة لشخصيات هذا الجزء الثاني فالذكور لدينا الخليفة المهدي والرشيد وإبراهيم ويعقوب ثم الشخصيات الإناث الأميرة علية مكنونة أمها والجاريتان بخصوص ما قامت به كل شخصية فعليا أميرة تتدرب على الغناء وشاعر مكنونة هي أم علية ومغنية متمرسة أي تمارس الغناء الجاريتان هما جاريتان تتدربان على الغناء في بيت إبراهيم الرشيد هو خليفة بعد وفاة أبيه المهدي أي صار أميرا للمؤمنين زار أخاه إبراهيم في بيته على غير موعد هذا ما قام به في هذا الجزء إبراهيم صانع ألحان وملحن أخفى سر أخته علية بالنسبة ليعقوب فهو عازف على المزمار بالنسبة لإبداء رأيي في سلوك علية فعليا هي أميرة تحب الفن وطموحة تحاول سقل موهبتها وهي كذلك شاعرة بالنسبة لسلوك إبراهيم فقد كتم سر أخته علية خوفا عليها وهو سلوك محمود أتوقع رد فعل الخليفة الرشيد أتوقع أن يغضب لأن أخاه أخفى عنه خبر كون أخته شاعرة ومغنية بالنسبة لي أبدي رأيي في شخصية الرشيد فالرشيد هو خليفة يحب عائلته ويزورهم من غير موعد ويتميز بقوة الملاحظة وبالنسبة للأساليب التي أعجبتني في هذا الجزء من النصف هو أسلوب النداء حين قال إبراهيم يا أمير المؤمنين هما جاريتان أدربهما على الغناء هذا أسلوب النداء وقد أعجبني في هذا الجزء من النصف ألخص المقروء في هذا الجزء كانت علية مستمعة جيدة للأنغام التي تتغنى بها أمها وتحبها وتحاول مرارا تجريب صوتها على مسمع من أمها التي سقلت موهبتها وهذبتها في وقت شغال أبوها الخليفة عنها ولعلية ثلاثة إخوة الرشيد خليفة والده بعد موته وإبراهيم مصانع ألحان ويعقوب عازف المزمار وكانت علية تغني من شعرها رفقة مزمار يعقوب وذات يوم زارهم الرشيد على غير موعد فسمع جاريتان تغنيان فأسأل عنهما إبراهيم الذي أخفى عنه أنهما جاريتان أو عفوا جاريتا علية خوفا على أخته وقد قمت في هذين الجزئين بتسجيل الكلمات أو المفردات الصعبة ومنها جارية شرحها خادمة أو أمة الرق هو العبودية وإزالة الحرية يزخر يمتلئ حشد أي جموع جماعة من الناس قينة وهي أمة ومعناها قلنا أمة هي جارية أو خادمة وهي مغنية ماشطة تزين النساء يشوق أي تميل نفسه إليهم السقل هو إضفاء السقل هي أضفاء له لمعانا وباريقا يزمر أي يعزف على المزمار ارتبق إذ طرب وتغير لونه لمح أي أبصر بنظرة خاطفة نعم وصلنا إلى نهاية هذين الجزئين وإلى اللقاء في الجزئين الثالث والرابع بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر